اوكي زي ما تعرفون روكستار جيمز لم تعلن عن جي تي اي سيكس في 21 اكتوبر زي ما توقعنا وتوقع الكل جي تي اي سيكس تريند منذ 20 اكتوبر لحد 21 اكتوبر لكن لم يتم الاعلان عنها والحقيقة انه هناك العديد من الاسباب اللي خلت جي تي اي سيكس لا يعلن عنها في هذا التاريخ رح نشارككم الاسباب لذلك ربطوا لحزمة وخلونا نبدأ طبعا حرفيا بدون مبالغة 70% من اللاعبين كانوا منتظرين ان جي تي اي سيكس يعلن عنها في 21 اكتوبر بسبب عدة اسباب مقنعة ذكرناها سابقا واهمها ظهور المركبة الفضائية المميزة في 21 اكتوبر في جي تي اي اونلاين 21 اكتوبر يصادف الذكرى السنوية 25 لبداية سلسلة جي تي اي ويوافق كذلك يوم جمعة اللي دايما الروكستار تتكلم فيه عن مشاريعها المستقبلية كل الاسباب كانت تندمج مع بعضها البعض بشكل مثالي لذلك الجميع كان منتظر على احر من جمر لكن الروكستار جيمز لم تفعل شيء وظلت صامتة تماما منذ بداية اليوم الى اخره فاللعبين كانوا يتساءلون ليش رغم توفر كل الاسباب وتماشيها مع بعضها البعض لم يتم الاعلان عن جي تي اي سيكس الحقيقة يا اخوان انه هناك عدة اسباب الاول هو انه في الاول والاخير هو قرار روكستار روكستار تقوم بما يحلو لها في الوقت اللي يحلو لها وبالطريقة اللي تحلو لها السبب الثاني هو ان روكستار تحب المفاجآت تحب انك فجأة تخش برامز التواصل الاجتماعي تحصل الدنيا مفجرة بسبب اعلان لعبتهم وحقيقة ترى هذا الامر صار فعلا مع احد مشاريعها الجديدة وتحديدا مشروع جي تي اي ذا ترولي جي فينتي فيديشين الكل كان متوقع انه الاعلان راح يكون في 22 اكتوبر الذكرى السنوية العشرين لجي تي اي ثري وقتها لكن روكستار باغتت الكل وفي اكثر موعد غير متوقع اعلنت عن مشروع جي تي اي ذا ترولي جي فينتي فيديشين ويبقى اعلنوا انه في 8 اكتوبر من 2021 في ذلك الوقت نعم في اكثر موعد غير متوقع تم الاعلان بشكل رسمي شخصيا وقت اعلان جي تي اي ذا ترولي جي فينتي فيديشين كنت بعيد عن السوشال ميديا دخلتها حصلت الدنيا حرفيا مفجرة والكل يمنشني والتريلر والتيزر في كل مكان فمتوقع جدا انه نفس الامر رح يصير مع جي تي اي سيكس اعلانها رح يكون في يوم غير متوقع اطلاقا لذلك وبما انه 21 اكتوبر كان الكل يتوقع ان روكستار تتحرك فيه روكستار لم تعلن بهذا الشكل ثالثا والسبب الاهم والاقوى هو انه 21 اكتوبر ليس تاريخ الذكرى السنوية 25 لبداية سلسلة جي تي اي تاريخ الذكرى السنوية لبداية سلسلة جي تي اي حول الكثير من المسليدنج انفرميشن والمعلومات المغلوطة بل انه روكستار بنفسها ما تعرف بالضبط طبعا لو تروح جوجل وتبحث عن تاريخ بداية سلسلة جي تي اي رح يقولك 21 اكتوبر 1997 زي ما تشوفونه زي ما هو ظاهر لكم الان موقع روكستار جيمز الرسمي يقول انه موعد الذكرى السنوية لبداية سلسلة جي تي اي هو 1 مايو 1998 زي ما هو ظاهر لكم الان ولو تروح لعدة مواقع مشهورة زي ويكي بيديا وغيرها رح يختلفون هما كذلك بعضهم في فبراير بعضهم في نوفمبر بعضهم في ابريل بعضهم في ديو سمبر بعضهم في يونيو وهلما جرى زي ما هو ظاهر لكم الان حرفيا ما في موعد مؤكد بالضبط بل انه يا رجل موظف سابق لدى روكستار ووقت بداية السلسلة ذكر انه يتوقع انه ذكرى سنوية لبداية سلسلة جي تي اي هي 28 نوفمبر لانه بدأ يعمل مع روكستار في 17 نوفمبر وكان يفتكر انه حضر اصدار جي تي اي 1 في 28 نوفمبر لذلك وبكل تأكيد اكد انه الذكرى السنوية لسلسلة جي تي اي ليست في اكتوبر فالوضف حرفيا يا اخوان فوضوي لدرجة انه موظف روكستاري ما يعرف متى بالضبط فحرفيا 21 اكتوبر ما ادري كيف جاء لكنه ترى فعلا احد مواعيد اصدار جي تي اي 1 على احد المنصات لأحد الدول ونعم 21 اكتوبر هو موعد اصدار جي تي اي 1 على احد المنصات لأحد الدول لكنه ليس الذكرى السنوية الفعلية لبداية سلسلة جي تي اي فاللي سبب اللخبطة الكبيرة جدا هذه هو انه اصدار جي تي اي 1 كان مختلف بناء على الدولة اللي انت فيها وتوقيت الاصدار يختلف يوم الاصدار يختلف والمنصة اللي نزلت عليها اللعبة توقيتها ويوم اصدارها كذلك يختلف فهذا هو السبب للخبطة هذه لانه جي تي اي 1 كان لها عدة مواعيد اصدار كبيرة لكن وبعد التأكد بشكل رسمي اول اصدار جي تي اي 1 نزل في بريطانيا اولا وكان اول موعد اصدار جي تي اي 1 هو 28 نوفمبر 1997 لذلك يا اخوان الذكرى السنوية 25 هي 28 نوفمبر نعم هذه هي الذكرى السنوية الفعلية اوكي نرجع للسؤال نفسه متى الاعلان يا صالح طبعا لازال عندنا باقي 7 ايام في اكتوبر من الممكن ان روكستار تعلن عن جي تي اي 6 في اي يوم من هذه الايام لكن عندنا يوم مميز ولابد اننا نذكره وهو 29 اكتوبر الذكرى السنوية لجي تي اي واي سيتي من الممكن ان نشوف فيه اعلان او اعلان اي معلومات عن جي تي اي 6 لكن هذه المرة خفضوا التوقعات والحماس شوية لانه ممكن روكستار تسوي لنا زي ما سوت لنا في 21 اكتوبر لذلك اتحمسوا لكن لا تتحمسوا ختاما في موضوع ودي اتكلم عنه وصراحة في قلبي من اول لو طلعنا من 2022 بدون ما روكستار جيمز تعلن عن جي تي اي 6 فهذا مؤشر سلبي على ان الامور ليست على ما يرام مع جي تي اي 6 وتطويرها حرفيا لو طلعنا من 2022 بلا اعلان لجي تي اي 6 فبكل تأكيد موعد الاصدار رح يكون ابعد مما نتوقع بكثير ورح يكون في 25 20 25 للأسف كل ما تأخر الاعلان خذوها قاعدة كل ما تأخر الاعلان كل ما كان موعد الاصدار ابعد روكستار من موعد الاعلان تاخذ سنة ونص الى سنتين بعدها تصدر اذا مثلا اعلنوا عنها في نهاية 2023 ولا منتصف 23 فهذا يخلي موعد الاصدار رح يكون في نهاية 24 نهاية 25 وهذا شي ابدا ابدا ما هو مبشر بالخير فاتمنى ان روكستار تعلن عن جي تي اي 6 سواء في اكتوبر ولا حتى نوفمبر ولا ديسمبر اهم شي لا نطلع من 2022 بدون اعلان لانه هذا مؤشر سلبي وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطع اليوم وفيه شفنا ليش روكستار جيمز ما اعلنت عن جي تي اي 6 في 21 اكتوبر الموعد اللي كان يتوقع انه الذكر السنوية 25 لبداية سلسلة جي تي اي طب كنت صنع معكم نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام عليكم اشتركوا في القناة